موسيقى اهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة تانية في قناة ديالي جيتكم ان شاء الله اليوم فيديو جديد ووصفة جديدة اللي غادي نحضر فيها كيكة ديال تفاح اللي كتيجي صراحة رائعة في الماداق وكذلك مختلفة على الكيكات العاديين ما غاديش نطور عليكم غادي ندزو مباشرة المكونات والطريقة ديال التحضير خليكم معاها وغادي نبداو على بركة الله بالمكونات ديال الكيك عندي هنا يا كاس ديال الحليب قياس دائما يكون قياس كاز العنبة وعندي كأس من الزيت نصف كأس من السكر عندي هنا يا ثلاث كؤوس من دقيق الأبيض كيس واحد من الفاني وجوج اكياس من الخميرة الكيموية عندي هنا علبة من الياغورت ديال نكر الكراميل وعندي ثلاثة ديال البيضات وجوج مع القكبار من الناشا وعندي هنا يا ملعقة صغيرة من الخل وهنا اه تفاح قشرته قطعته هنا شرائح رقيقة غادي نبدو الآن وغادي ناخد ايناء غادي نوضع فيه البيض دائما البيض يكون بحرارة المطبخ وغادي نضيف السكر ثم الزيت وكيس من الفانيليا وهنا غادي ناخد الطراب غادي مقاك نطرب حتي يرجع لي اللون فازح وغادي ناخد علبة ديال الكراميل وغادي نضيفها ونضيف كذلك الحليب وغادي نطرب مزيان حتي غادي يدوب هذا الكراميل كامل والان غادي نضيف الدقيق من بعد مطربة الكل جيدا انا هنا هناد قريبا نخذ لي اياه ثلاثة الكيسان من كاس ديال لانبا ديال الدقيق وغادي نزيد عليهم جوج معلق كبار من ناشا وغادي نستعمل الآن تراب يداوي نحرك جيداً الخليط نضيف الخميرة نضيف الآن كياس من الخميرة الكيموية نضيف ملعقة صغيرة من الخل نضيف ملعقة صغيرة من الخل نضيف ملعقة صغيرة من الخل نضيف تفاح نضيف كبيرة كبيرة تفاح نضيف ملعقة صغيرة نضيف خلال جيداً ونضيف الخلط مول وضعت فيه ورق الطبخ مول ترشع شوية ريال ثقيق وضع فيه خليط خليط وضعه من فوق الكيكة تستغنو عليه بعد ذلك ندخل الفرن لمدة نصف ساعة او 45 دقيقة نتلاقه في الشكل نيائي بعد ذلك ندخل الكيكة من الفرن ندخل الكيكة ندخل الكيكة وخصوصا الكمية تفاح لدينا فيها فهي تعطيها واحد تعليقه رائعه الآن نقسمها من الداخل لكي ترى الشكل كيف يأتي الكمية تفاح تعليقه رائعه هذا هو الشكل نيائي كيف يجي من الداخل كيف يجي صراحة لديه رائعه إذا جربته سأعجبكم بزاف وصلنا الآن لأخير الفيديو نتمنى الفيديو اليوم يكون الإعجاب لكم وما تنساوا تشجيعاتكم ولايك إلى اللقاء مع فيديو قادم إن شاء الله موسيقى اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر